لثوانيا أو مثاله؟ لا لثوانيا لا لا لثوانيا لثوانيا وأنت امله؟ لأنهم تطعون changer لثوانيا دولة البنات ملكات الجمال اللي بتعشق زواج الأجانب خاصة العرب واللاتينو عشان بيلقوا فيهم الدفء والمغامرة والحنان والمتعة ليتوانيا دولة في الاتحاد الأوروبي وأكبر دولة في دول البلطيك بتواجه كرسة طبيعية وهي إن عدد البنات فيها أكتر من عدد الولاد يعني كل مئة بنت مفيش غير 80 ولد ده غير إن الولاد الليتوانيين عندهم مشكلة في الخصوبة وده أدى إلى إن في العشرين سنة اللي فاتت الشعب الليتواني قال للتلت وعدد الوفيات بقى أكتر من عدد المواليد وده غير إن معظم البنات بتقول على أولاد الليتوانيين إنهم مملين ومعقدين ومعندهمش أي حسيس وبردين بنات كتيرة في ليتوانيا بيعملوا أي حاجة عشان يوقعوا الأجانب في حبهم على مواقع التعارف على الإنترنت وصل الحال إن لما الواحد الأجنبي بيمشي في شوارع ليتوانيا بيتعاكس حرفيا وكمان بتوصل إن في بنات بتيجي تديك ورقة عليها كلام حلو ولو اتسامت ورديت تتكلم معاها بتديك رقم تلفونها ومبروك عليك يا عريس ودخل لانيا سافر لتوانيا عشان أعرف رأي بنات في الكلام ده لتوانيا 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 ل تحديث بشكل مرحباً أن أحب أتحرك أن أقول أنه siempre يكون ذلك منحكم مني انا لدي الكثير من أشخاص لديهم مع أشخاص يعرفون أنهم يمتعونه لديهم مرحباً وأنا أشعروا مع أشخاص لديهم سيكون حقاً دي لدي رأيها كل اللي عرفيتهم في حياتها أجانب صاحبها كلهم بيعرفوا أجانب مبيتصحبوش غير أجانب مبيتجوزوش غير أجانب مبيخطبوش غير أجانب حسنا لو الولاد تتكلم عربي بس لا يتكلم انجليزية يا رجلور؟ نعم اللي بيحبه واحد يا جماعة بتعلمه والله بتعلمه هتعلمه العربي عمقاليبه هذا هو الأمر أهم الطاقة هي أهم حاجة لما الولادي ديكي طاقة والدفر بقى أجنبي لتواني أنا شغانا ميكسد guys are better. Why? I think it's not about nationality but more about the person he's from my area so he's more open he's more like let's say he's more like my person yeah okay so mixed yeah هتمنى يكوني فيديو عجابكم متنسوش تعملوا like وشيرو تبقوا لها صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وحاجة عجوبش تعملوا follow like صفحتنا الرسمية على اليوتيوب حاجة عجوبش تعملوا subscribe وفعلوا جرش الخاطر وصلوا لكم فيديواتنا جديدة أول بأول صفحتي على الانستجرام حاجة عجوبش فيها صورة الفيديوات حصرية مش موجودة في أي حتة تانية صفحتي على التيك توك حاجة عجوبش فيها فيديوات جديدة هتعجبكو جدا لشوفكو على خير بإذن الله في حيطة تانية كتيرة جدا أحمد حجاجوبيتش سلام اشتركوا في القناة